أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إنما كنتم في موعد نشرة أحوال التقصي التي نقدمها لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي مشاهدين الكرام نستهل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بالصورة الإختنها لكم من شاطئ برجانبي الغزوات تقديدا من ولاية تليمسان الذي يعتبر من أجمل شواطئ الغرب الجزائي بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله الخميس دائما حصب آخر النماذج حسب مصلحة الأرصاد الجوية إذن أجواء غائمة راح تكون في الموعد إن شاء الله خاصة على المناطق السحلية الوسطى وحتى على الولايات الغربية للوطن سقوط أمطار رعدية راح تكون في الموعد إن شاء الله خلال صبيحة يوم الخميس على خاصة المناطق الشرقية للوطن راح تكون إن شاء الله على ولاية سكيكدا الطارف جيجل كذلك على ولاية ميلا بجاية قسنطينا قلمة سوق هراس وحتى على ولاية بسة كمية الأمطار تتراوح من 20 إلى 30 مليمتر محليا ليعم الصفاء على المناطق الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله الخميس إذن كما نلاحظ على الشاشة درجات حرارة فصلية منخفضة على العموم سجل مقياس من 11 إلى 14 درجة تتراوح على المناطق السحلية للوطن 11 درجة على مستوى ولاية لمسانة سيدي بالعباس نفس المقياس حتى على ولاية البيض وحتى على ولاية أنعامة نسجل مقياس 22 درجة بوسط الصحراء عين صالح و25 درجة كعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد ظهيرة بعد ظهيرة يوم الخميس إن شاء الله عودت الاستقرار الجوي من جديد استقرار جوي رحميس كل من الولايات السحلية الوسطى الشرقية الغربية الولايات الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا وحتى على المناطق الصحراوية مع صحب كثيفة لكن تبقى دونها فعالية بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة بعد الظهيرة إن شاء الله كما نلاحظ على الشاشة سجل من قياس 20 درجة على الجزاء العاصمة بومرداس وحتى على ولاية البليدة 22 درجة على ولاية وهران مستغانم أم أسكر 18 درجة مئوية نسجلها على كل من ولاية عنابا سكيكدا الطارف الجيجل لترتفع إلى 28 درجة على ولاية شلفة عند دفلة تيسمسيل تنسجل من قياس من 20 إلى 26 درجة تتراوح على ولايات الهضاب العليا 35 درجة بوسط الصحراء عين صالح و38 درجة كأعلى من قياس نسجلها على ولاية أدرار وحتى بأقصى الجنوب تخديدا بعنقزام برج بجي مختارتين زاوتين وحتى على أباليسا بالنسبة للملاحة والصيد البحر النهار الغد إن شاء الله الخميس إذا حالة البحر سيكون هادئ مستقر مع بعض التموجات خاصة على السواحل الوسطى وحتى على الغربية للوطن سرعة الرياح تصل إلى 25 كيلومتر في الساعة مع تجاهات الرياح رح تكون شمالية شرقية شمالية غربية إن شاء الله ذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالموعد الفلكي لشروق الشمس وغروب الشمس لرح يكون في حدود الساعة السادسة صباحا وعشر دقائق إن شاء الله وغروب الشمس لرح يكون في حدود الساعة السابعة مساء وخمسة وعشر دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وإلى اللقاء